السبب رجوع ماتي اول شي انه استلمت الاقامة دائمية نعم وبعد شوكت ما اريد اروح الاوكراني وارجع حصارت عدي اقامة دائمية ليش كثير من الناس يقولون تمنع بعد من دخول الاوكراني من هم اللي يقولون كثير من الجمهور والناس لا ماكو يتشي هناك اكو حجر نعم حجر صحي نعم وهناك ممنوع واحد يطلع بغير مكان بس بالبيت ويرروح يشتري الاكل ويرجع فأنا هناك صارت عدي ملل ما اقدر اصور هان ادي قناة باليوتيوب والناس متابعيني يردون من ادي محتوى شون اقدر اصور فلازم انه ارجع طبيعي اي فاستلمت الاقامة دائمية وصارت عدي لغة فابعت خلاص قلت انه خلنا ارجع حاسا اليوم انت تتشيب لغة طلاقة لو متوسطة فوق المتوسط خلنا يقول اه حلو اي يعني تفهم على اليوم اي لان هناك عشرة اصدقاء اوكران وهي الفترة اه العيشة بالعراق افضل لو اوكراني بصراحة هناك